وفي تفاصيل الاستعدادات على الأرض كشف قائم مقام سامراء بكر محمد شريف عن حالة استنفار كبيرة في الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية الساندة لخدمة زائري سامراء من مختلف المحافظات ضمن خطة متكاملة لإنجاح أكبر زيارة سنوية تشهدها المدينة في ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلامة وحسب شريف فإن الخطة تتضمن تقديم الخدمات بشتى أنواعها وفتح مسارات جديدة أمام الزائرين لمنع الزخم والتأخر إلى جانب الخطة الصحية واللوجستية الأخرى مشيرا إلى أن الزيارة أنعشت التجارة في سامراء التي شهدت حركة تبضع كبيرة في عموم أسواقها وأضاف إن خطة الزيارات الخدمية لم تتوقف في القضاء منذ الأول من محرم ولغاية الآن مع استمرار توافد ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق نحو سامراء